الله الرحمن الرحيم قاسمين تلك آيات الكتاب المدين نسلو عليك من أبن موتى وفتعون بالحق لطبي يؤلمون إن فتعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستفق أبناءهم ويتحيي نتاءهم إنه كان من المفتدين ونريد أن نمنع للذين التفعف في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوالدين ونمسكن لهم في الأرض ونريد تعون وآمان وجنودهما منهم ما كانوا يحفظون وأوحينا إلى أم موسى فإذا كفت عليه وقالت وقالت امرأة فتعون فرص عيني ولت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نستخده ولدا وهم لا يشعرون وعصبحت أعد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي لولا أصبطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأفته فبطرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحظلنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أدري بيتي يكفلونه لكم وهم له نافحون فرددناه إلى أمه كيف فرط عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله فتح ولكن أكثر بربا يظلمون ولما بلغا شده والسواهاتيناه تخبرون وعلمات وكذلك نجزي المحسنين ودقل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يحدث من هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغافه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقطع عليه قال هذا من عدل الشيطان إنه عدو مضل المبين قال رب إني ظلم أذسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفر الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهرا للمجرمين فأصبح في المدينة طائفا يترقب فإذا الذي استنطره بالأمس يستطرقه قال له موسى إنك لغوي فلما أن أراد أن يزقش بالذي هو عدو له ما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتل لي كما قتلت رسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المثلثين وجاء رجل من أقصى الذين يسعى قال يا موسى إن المله يأتمعون بك ليقتلوك فاخرج منك من الناقين فاخرج منها طائفا يترقب قال رب نجلي من القوم الظالمين ولما توجه في الضاء مدين قال عشاء ربي لن يهدي في سواه المدين ولما ورد ما أمدين وجد عليه أمة من الناس نحقون ووجد من دوره ممرأتين تيوتان قال ما خطبكما قال سالا نسقي حتى يصفر الطعاء وأبونا شيخ كبير فتقال هما ثم تغلى إلى الظل فقال رب إني رب إني ما أنزل إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على السياة قالت إن أبي يدعوك ليجذيك أجرما تقيت بها فلما جاءه وقص عليه القصف قال لا تقف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القويل الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتين على أن تأجرني ثمانية ججة فإن أتمنت عشرا فمن عنادي وما أريد أن أشط عليه ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجرين قضيتك لا أدوان عليك والله على ما نقول وكي فلما قضى موسى الأجر وتار بأهلني آلة من الجال جفور نارا قال لأهلهم جفور إني آلت نارا لعلي آتيكم منها بقبر أو جزوة من النار لعلكم تصطرون فلما أتاها نودي من شاقه الواد الأيمد في البقعة المباركة من الشجرة أيام سائمين أنا الله رب العالمين وعن القعصاك فلما رآها تهتزك أنها جامل ولا مذبرا ولا يعقد يا موسى أقبل ولا تخصنك من الآمنين أسلق يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سنون وقموا إليك جناحك من الرحب فذلك برهانان من ربك إلى كرعون وبلده إنهم كانوا حوما فاتحين قال ربي إن قتلت منهم نفسا فأطاق أن يقتلون وأخي هارم هو أفضح مني إذا لم تأغسله ما يرد أن يقصدني إني أطاق أن يكسبون قال سنجد عبدك بأخيك ونجعل لكما تلطانا فلا يطلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغاربون فلما جاء لهم موتى بآياتنا بينا قالوا قالوا ما هذا إلا فطر مكترى وما تبعنا بهذا في أبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى منه ومن تكون له عاقبة الثارب إنه لا يفرح الصالحون وقال فتعهم يا أيها الملما علمت لكم من إله غيري فأوقب لي يا أيها المال على الصين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله غوتى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا ينجعون فأخذناه وجنوده فنبتناهم في اليوم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئلة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة من المطبورين ولقد آتينا موت الكتاب إن بعد ما أهلتنا القرون الأولى بطائر بطائر للناس روزا ورحمة لعلهم يتبترون وما كنت بجانب الغضب إذ طضينا إلى موتى الأمر وما كنت بمشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم الكو وما كنت تاويا في أهل مدينة تسلوا عليهم آياتنا ولكننا كلنا موتين وما كنت بجانب الغضب إذ ناجينا ولكن رحمة من ربك رحمة من ربك لذنب غطرنا ما أتاهم من نذير من قبلك من نذير من قبلك لعلهم يتبترون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنستبع آياتك ولكم من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يذكروا بما أوتي موسى من قبل قالوا تحران تظاهرا وقالوا ما بكل الكافرون قل بأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما لا استبعون أبواه ومن أضل منه استبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتبكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يغفلون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إلا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما غبروا ويجررون بالحسن في السيحة ومما غزقناهم ينفقون وإذا سمعوا الله وأحرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجادمين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن اتبع الهدى معك متخصص من أرصنا أولم نمكن له الحرما آمنا يدفى إليه ثمرات كل شيء ثمرات كل شيء إذقا من لدنا ولكن أثرهم لا يعملون وكم أهلتنا من قضية بطرة معيشتها فتلك مسافلهم لم تسكن من زعب إلا قليلا وكنا نشن جواردين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فيه منها رسولا رسولا يتلو عليه الآياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما كنتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا والذينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعطيون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لا قيل كمن متعناه متاعا على الدنيا ثم هو يوم القيامة المحررين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تلتون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما ضوينا فبضأنا إلي ما كانوا يانا يعبدون وقيل دعوا شركائكم أدعوهم فلم يستهيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يستدون ويوم يناديهم فيقول ما أبقى أجدكم المفتلين فعميت عليهم الأنباء يوم جد فقل لا يتساعدون فأما من تاب وآمل وعمل صالحا فعسى أن يقول من المفتلين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تفن قصورهم وما يؤمنون وحر الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليكم جعونا قل أرأيكم إن جعل الله عليكم الليلة من إله غير الله يأتيكم بطيامة من إله غير الله يأتيكم بطيامة أفلا تسمعون أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتذكروا فيه ولتبتغوا من قطره ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركاء آآه ليه الله الل betsركون إن جعلنا مع你是 أفلا cent�� لك